السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنكمل كورس الأدوسي وفي حلقة مهمة جدا جدا مع الجاسترو انترويتس ايه الجاسترو انترويتس يعني في الانتستين والستومك التهاب في المعدة والأمعاء بسبب ايه ايه السبب او ايه الكوزدف ايجانت بتاع الجاسترو انترويتس او الالتهاب الشديد اللي بيحصل في الأمعاء والمعدة قالك ان ده بيكون بسبب فيرال انفكشن او باكتيريا الانفكشن او براسيتك انفكشن يجي البرازايت يخش مع الطعام الملوس ويبدأ يعمل انفكشن ويعمل انفلاميشن في الستومك عندنا او في الامعاء طيب يعني قلنا ان كده فيه كذا سبب لاحظ ان احنا محتاجين نعالج السبب اما نيجي نعالج هنعالج الاعراض ومحتاجين برضو لو كنا نقدر نعالج السبب هنعالج السبب فاخد بالك من حتة دي طيب دلوقتي حد جايلي وعنده جاسترو انترويتس وعنده المشكلة بتاعت جاسترو انترويتس وانفلاميشن في الستومك والانتستين انا ايه اللي هيعرفني ان فيه انفلاميشن وايه اللي هيعرفني ان دي جاسترو انترويتس تعال اقولك السمتمز بتاعتها هتلاقي واحد اول حاجة كده عنده اسهال لازم بتلاقيه عنده اسهال عنده انفلاميشن وحصل في الستومك قلل في الستومك وفي الامعاء تبص تلاقي عنده اسهال شديد وبتلاقي عنده تبدأ بقى لان فيه انفكشن جوه وفيه جسم غريب يبدأ الجسم يتفاعل معاه وتبص تلاقي عندك ألم شديد وعندك سخنية والمريض حالته الصحية مش أحسن حاجة وهتلاقي عنده ترجيع غالبا أهم حاجة هتلاقيه جايلك فيه إسهال وفيه ألم في البطن وفيه سخنية واحد جايلك ألم في البطن إسهال وسخنية وممكن يكون عنده ترجيع وممكن يكون عنده بل شديد هيقولك بطن واجعان يا دكتور مش عارف إيه لكن خد بالك احنا بنقول سيمتوم ونتأكد أن الألم مش في الجنب والكلام من ده كله لأن ده ممكن يودينا في حتة تانية وفي أمراض تانية احنا نتكلم عن هتلاقي الشخص جايلك بطن واجعان يا دكتور هتلاقي أكل أكلة مش لطيفة أكلة ملووسة أكلة من برة هتلاقي بقى جايلك بإسهال وسخنية وهتلاقي عنده ألم في البطن وممكن توصل به أن يكون فيه ترجيع خصوصا الأطفال بتلاقيه بيرجع كتير قوي ويحصل عنده يعني جفاف خد بالك جسم الإنسان ممكن سبعين في المية منه يكون مية فبالتالي المية حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لجسمنا علشان كده احنا بنخاف قوي نفقد كمية المية دي خصوصا في الأطفال لأنه مش هيقولك أنه محسس بناع تشان فبالتالي الأطفال الصغيرين أما تلاقي عنده نازلة معوية تخاف قوي من حتة الجفاف علشان كده بنطلع مع حليل الجفاف زي اللوهايدران والهايدرسيك والأو أر اس والبيديالايت والفلكسولايت والحاجات اللي هنتكلم عليها دلوقتي طيب فام ديريكي خطوة تاني إحنا قلنا محتاجين نعالج السبب إحنا عندنا مشكلة نشوف السبب بتاعها إيه ونعالجه لو كإحنا قلنا السبب بتاع إيه بتاع الجسترو أنت consume إنه بيكون بكتيريا أو virocos أو بار спокой يعني زي الددان كده طيب تعالي بقى خرجها تاني كده يبقى أنا محتاجا للعالج من البر видно لو موجودة محتاجا للعالج البكتيريا لو موجودة أو محتاجا للعالج تابعنا العالج الـ الفيروس غالبا بيريفيل لوحده ومعانية الجسم تتزبط وتعالج الاعراض بتبصت لايه اختفى لوحد. فانا دلوقت لو كان بكتيريا عالج البكتيريا. ما كانش بكتيريا خلاص. اما عالج او ابدأ اشتغل على السيمتوم او الاعراض. طب انا عند اعراض ايه? عندي ديارية. عندي اسهال. واحد عنده اسهال شديد. لازم اوقع في الاسهال. حد عنده سخونية. وعنده الام. هتدي له حاجة تسكن الالم وتخفض الحرارة. حد عنده او عنده جفاف. هتدي له محلل تعاوض الجفاف. وعمل يرجع. دي اول حاجة المفروضة عليها. يعني اول ما بيجي فيه ترجية شديد. فبالتالي بيكون عايز ايه? عايز اخطرنا للترجية. توقف الترجية. واحد براجع قدامك. او بيتصله من البيت. احنا ده برجع يا دكتور. فبالتالي عايز اخطرنا بالترجية. او عايز حاجة توقف الترجية. تح نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. تعال نشوف المسبق. على فكرة بقولك لو كانت بتلاقي الشخص اللي جاي لك اللي هو عنده اه نازلة معوية ده وعنده اسهال ويممكن شوية ترجيع. دايما بيكون السخونة بتاعته مش عالية جدا. في حالات الفيرل لو كان سببها فيروس بتكون السخونة بتاعته مش عالية. وتلاقي الشخص يعني يوقف قدامك يعني المستحمل. شايل نفسه. اه مش فيه ايه القوي. تمام? انما لو كانت بتلاقي الشخص يعني الحرار عنده عالية جدا جدا جدا. بتلاقيه مش قادر يوقف. بتلاقيه تعبان جدا جدا. حالته الصحية بتتضهور. ده بسبب البكتيريا. اه وبتلاقي عندهم دايورية. احنا قلنا دايورية سبتة معانا. هتلاقي معظمهم عندهم اسهال. تمام? انما زي ما قلنا كده الحالات المميزة دايما بتكون يعني هادية في الحتة ديك. مش بتلاقي عنده عالية جدا. الحرارة بتاعته مش بتكون عالية اوي. وبتلاقيه يعني صالب طوله شوية. وما عندوش يعني مش سك اوي. انما الشخص بيكون الحرارة عالية جدا جدا جدا. وبتلاقيه مش قادر يقف وتعبان جدا جدا جدا. تعال بقى البارزيتك انفكشن. بعض الحاجات اللي بتوضح لك ان دي بارزيتك انفكشن واحد ايه عنده اميبة وعنده مثلا جيارد او عنده حاجات من دي. البارزيت دي بتبص تلاقيه ايه? بتلاقيه اه عنده مثلا بريانا الاتشنج. يعني ايه بريانا الاتشنج? يعني عنده حكة في منطقة فتحة الشرق. ليه بقى? ليه بيكون عنده حكة في منطقة فتحة الشرق? لان البعض ديدان زي الانتروبياس او بيقوله عليها الاكزيرورياس او الدودة الدبوسية. الدودة الدبوسية دي من ضمن دورة حياتها انها بتطلع حول فتحة الشرق علشان تضع البيض بتاعها. وبالتالي بتعمل انفكشن تاني وتعدي الانسان انها تخش من الجلد في منطقة فتحة الشرق. فتعمل لك وتعمل لك تاكل كده في المنطقة دي. فتبدأ انت تحس بالهرشة الشديدة اللي موجودة دي. دي بتدل لك ان فيه وسبب ان فيه وعدوى بالبرازايت. طيب خد بالك برضو ان بيكون فيه يعني بتحس ان فيه مخاط كده بعد الحمام او في اه وهو بيعمل حمام بتلاقي فيه مخاط. ليه المخاط ده? لان بسبب يعني تدمير اللي هي الايه? الاغشية المخاطية اللي مغطية الامعاء بيحصل فيها والكلام من ده كله ينزلك في شكل مخاط. فبالتالي من ضمن الحاجات العلامات اللي تقولك ان فيه هنا ان فيه وفيه حكا جنب فتحة الشرق وفيه يعني تحس ان فيه كده سائل مخاطي نازل مع البراز. ثانيا بيكون فيه تقلصات شديدة جدا جدا مع البرازيتيك وفي كله معانا ضيارية. يعني معظمهم هتلاقي جاي يا دكتور عندي اسهال شديدة دكتور وبطن واجعاني والكلام من ده كله. وهتلاقي فيه سخونة موجودة. وممكن يكون فيه ترجية. تعال شفنا السنتومز شفنا ايه سبب? ازاي بيحصل? تعال بقى نشوف هنعالج ازاي? احنا قلنا هنعالج ايه? السبب ونعالج الاعراض اللي حصل. واحد برجع وقف ترجية. واحد عنده سخونية وعنده قلم شديد. بنديله مسكن وخفض حرارة. مع بعض. اللي هو حاجة واحدة. طبعا ممكن نديله برستامول. هتلاقي عنده فومتنج. هنديله حونة توقف ترجية. هنلاقي عنده ديارية. هنديله حاجة للايه? للاسهال اللي عنده ده. طيب هلاقي عنده حصلت ديارية كتير وعنده اسهال كتير. هنديله حاجة تعوض المية اللي فقتها في الاسهال ده. والترجيع اللي رجعه ده. فهنديله محاليل معالجة الجفاء. طي خد بالك لو كان السبب السبب بكتيريا. ولقيت الحاجة عالية جدا جدا. يعني حالته مش تمام قوي. انا ساعتها بشك انها بكتيريا. وبطلع له لكن احنا في الصادلية مش فبالتالي ده بنعمله ومديله الدكتور عشان يتعامل معها. طيب تعالى كده هنعالج الاعراض. اول حاجة واحد برجع بسرعة فانا بديله حقن الدنسة او زفران. لو كان كبير بنيدله الدنسة تمانية او زفران تمانية. ولو كان صغير بنيديله زفران اربعة او الدنسة اربعة. توقف له الترجيع حقنة توقف الترجيع. دي اول حاجة نعملها. تمام هو بكون جاي لك يا دكتور انا برجع بالحقنة بصغعة تتديله الحقن. طيب لو هو كان برجع وشاكك انه ممكن يرجع تاني. ممكن تعمله ايه? بدل ما تتديله الحقنة وتشكشكه. ممكن تديله بتدي الكبير التمانية والصغير بتديله الاربعة. دي بتحط على اللسان بتدوب وتمتص. طيب. نعم لو في ترجيح في الحقوقات الحالي. ما تديش حاجات دي. في الترجيع في الوقت الحالي اللي هو واقف قدامك وبرجع او هو في البيت وبرجع. حالا اه يعني لو ديته راس او ديته حاجات من دي. ممكن يرجعها في احتمالية كبيرة لانه يرجع داني. فبتبدأ بايه? يفضل بتديله الحقن. طيب. هتديله الاندالنزي دي. اه تديله اللزقة. او ممكن تديله حقنة الدنزي. طيب هو بقى في البيت ممكن تديله موتيليم. الدوم بريدون ده. هتديله الموتيليم ياخده منه تلات مهات. هيوقف له الترجيع. ده لو ايه? لو اغراس وهو الترجيع وقف عنده. او انت خايف انه راجع تاني. فبتديله حاجة للترجيع. زي ما قلنا ايه? اما الاندالنز تحت اه اه اما نتديله الاندالنز بتشاية. هيفتحها كده وحطها على لسانه. او الموتيليم تديله قرس تلات مهات يومين. طيب. تعال بقى على موضوع الديارية. واحد عنده ديارية. هنديله مسلا حاجات زي او زي الفلاجيل. او نديله ان هو على فكرة هنديله تلات مرات يوميا منهم. آآ من الراس. تمام? تلات مرات يوميا. والانتنال على فكرة يفضل تديه اربع مرات. والتركيزي الارس متين ميلي جرام. بحيس يكون بردية تمنمية ميلي جرام. خد بالك الحاجات دي اساسا في نفسها. فبالتالي لو كانت السبب الاسهال والديارية اللي عنده دي ان فيه هيعالج اللي موجود. طيب. تعال بقى على واحد عنده وبين وعنده سخونة. عنده حرارة وعنده قلم. ممكن نديله اللي هو زي مسلا الف. بنديره ارس اربع مرات يوميا. او ممكن نديله الادول او الباندول اللي هو الازرد ده. نديله ارسين مع بعض. تلات اربع مرات يوميا. بحيس يهدي الحاجة الشديدة ويقلله القلم اللي موجود عنده ده. طيب. عنده كرامبس عند قلصات في بطنه. هنديله حاجة زي التومونيوم مسائل صالفيت. تمام زي او وممكن تدي الباسكوبان. بس الباسكوبان ما يفضلش مع الناس الكبار السن خصوصا بقى الناس اللي عندها البروستيت وكلام من ده كله. فاحنا يفضل هندي تابلت او تلات مرات يوميا. ليه من نقول تابلت? لاننا عارفين الحقل مش بنديها في السيطالية. فبالتالي احنا بيدي للقراس لهو عايز انبول ياخده يسكله الالم بسرعة. ممكن تديه له وياخد يهوح المستشفى ياخده. طيب. بعد كده هناخد نعالج الديها الفلكسولايت والهايدرا سيك والبيديالايت واللي هو هيدران. الحاجات فيه حاجات منها بتكون جاهزة. زي الفلكسولايت والبيديالايت. بياخدوا يشغب عادي للعصير. اما واللي هو هيدران الحاجات دي. بناخد الكيس لفضيه على متين ملي مية. مية بتغليها. وبعدين تدراتها داني بحيس انها تكون تعقمت. بتبدأ تحط الايه? بتاعك. يعني بتحط الكيس في الميتين ملي مية. يبدأ يشغب على مرة او مرتين. كده هتعالج الجفاء. تعالى بقى نعالج السبب. السبب اللي هو كان ايه? قلنا اما بكتيريا او فيرال او برازيتك. برازيتك احنا اخدنا لها الفلاجيل او الانتينال او اللي هو الننازوكسايد. تمام? لكن البكتيريا ما اخدناش حاجة للبكتيريا. احنا قلنا احنا مش متأكدين انها بكتيريا. فبالتالي مش هفلق انتيبيوتك. ومموما الانتيبيوتك مش اوتوزي. طيب لو انا عارف بقى البيشنت سخونة عالية جدا جدا وعنده يعني مش قادر يصلوا بطوله. وانا متأكدت انها ايه بكتيريا. بعمل ايه? بديله الانتيبيوتك بتاعنا. ايه? الحاجات اللي مفضلة في الحاجات دي. والحاجات اللي هي بقى السبترياكسون والسيفوتاكسيم. تمام? بس دي حقا? اخد بالك مش تديها في استعدالية برضو. وفي حاجات يعني ايه? يعني مسلا ممكن ادى قصد كل كل اتناشرة ساعة او اللي هو الصالفة دراك صالفة يعني يهمة ادي السيبترين او ادي السيبرو بي اللي ايه تعال بقى لو انا حابب بدي حوان بقى الحق بحوان فمبدأ بمين بالسيف ترياكسون او السيف ترياكسون بيتاخد مرض واحدة في اليوم على فكرة كل اربعة وعشرين ساعة حوان تمام او السيف تكسين بيتاخد كل اتناشر ساعة بس اكيد احنا قلنا مش هنشتغل احنا بالكلام ده الدكتور اللي اكتب له الكلام ده وياخد الحوان دي في المستشفى انما انت كصيدلية هتدي له خطوات اللي فاتت كلها لو احتاج ده بتبعاته ايه تعمل له بقى واخد بالك بقى فيه ادوية في الصيدلية بحيس ان لو ايه لو انت شاكك او لو فيه عادي فعلا ممكن يكون فيه تمام فممكن يكون عنده وعنده عادي ما فيش مشكلة فيه كتير بتحصل كده فبتدي ده اللي بتدي ايه بتدي الميكس سيبو فروكسسين وميترونيدازول ده حاجة عشان والانوروبيك بكتيريا والسيبو فروكسسين ده حاجة بتعالج الجرام بكتيريا فانت كده اشتغلت على البكتيريا وعلى بحاجة ميكس فبتدي مثلا زي سيبرو دايزول بيكون فيه الاتنين مترونيدازول وسيبروكسسين تاخد كل اتناشر ايه كل اتناشر ساعة واحنا كده سيبرو دايزول هنديه كل اتناشر ساعة لمدة خمسة ايام يعالج البكتيريا يعني هيعالج السبب واحنا كده كده عاكفين احنا عالجنا الاعراض السمتمز اللي عندنا حد داخل بيرجع هتوقفه الترجيع بسرعة وهتوقفه الاسهال بفلاجيل او انتنال او نيلاتسانايت التلات مرات يوميا وهتبدأ تديره محالين معالجة الجفاف عشان لو عنده جفاف زي الفلوكسولايت او البديا لايت يشربه او تحل الكيس بتاع الاو ار اس على متين ملي مية ويشربه الطفل على مره او مراتين وبعد كل اسهال كده تبدأ تديره طيب دي الاو ار اس ومحالين معالجة الجفاف حد عنده وتقلصات بتتديله فسرالجين او زي ما قلنا الباسكوبان فضل خليه چفيف الفسرالجينそ يديله تلات مرات يوميا وهيز تلات مرات يوميا طيب اكيد عنده سخونة وعنده الم هتتديله اربع مرات يوميا او ممكن تتدي له ادول اربع مرات يوميا او ممكن ارصين مع بعض اربع مرات يوميا هيسكن له الالم وهينزله الحرارة. كده النهارده نكون خلصنا اه اهم الحاجات في وخد مالك في بعض الحالات. واحد بيجي يقول لك يا دكتور انا عندي اسهال واخدت ادوية الاسهال كلها واخدت حاجة مطهر معه وزي الفلاجيل وفضلت ماشي عليه كتير وما فيش نتيجة. يا دكتور مش عايف اوقف الاسهال ازاي? اه انت هتقول نازلها معوية. طيب هو ما فيش سخونة خالص. ما فيش ترجية. ما فيش كلام من ده كله. مثل السكر. لان ده حد ممكن يكون عنده كيتو اسيدوزيس. وممكن يكون ده السبب اللي مسبب له الاسهال. فقس له السكر وشوف. ممكن يكون كيتو اسيدوزيس. وبكده يكون النهارده خلصنا حلقة شكرا لك والسلام عليكم ورحمة وبركاته.